كذلك فادت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية في تقرير لها بأن روسيا عندما بدأت في بناء ذريعة للحرب مع أوكرانيا في شباط فبراير الماضي اتهمت كييف بإطلاق النار على الأراضي الروسية وتفجير نقطة تفتيش حدودية نائية وأوضحت الصحيفة في المقال الذي كتبه ماكس سيدون وإريكا سولومون وترجمته عربي 21 أن موسكو الآن وبينما تفرض قواتها حصارا على المدن الأوكرانية بوحشية متزايدة فيتبرر غزوها لأوكرانيا من خلال الاستشهاد بمخاوف من أن كييف كانت تستأنف برنامج أسلحتها النووية وأشارت إلى أن الإدارة الروسية تزعم حاليا أنها عثرت على وثائق تظهر أن أوكرانيا طورت أسلحة كيموية بيولوجية بأوامر من أوصية من البنتاجون وأكدت الصحيفة البريطانية أن حجج روسيا بشأن الحرب على أوكرانيا تتطور باستمرار منوها إلى أنها باتت الآن تتضمن اتهامات لأوكرانيا بتطوير أسلحة بيولوجية قال لقد دعت موسكو أيضا أن كييف وجرت أبحاثا حول فيروس الخفافيش التاجي بطرق تشير إلى أن روسيا قد تكون مسؤولة عن جائحة كورونا مشيرة إلى أن أوكرانيا وحل أفاءها الغربيين يخشون من أن هذه المزاعم قد تمهد الطريقة لهجوم روسي جديد مروع وبيانت أن الخبراء والمحللين بادوا يشعرون بأن بوتين يتبع ذات المخططات الخبيثة التي استخدمها في سوريا حين دعم نظام الأسد مضيفة أن روسيا قامت أنذاك بإلقاء اللوم في هجمات الأسلحة الكيموية التي ضربت مناطق للمعارضة السورية على المعارضين أنفسهم